التقى الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق اول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الامريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والامريكية وعرب رئيس اركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز افاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والامنية فيما اشد قائد القيادة المركزية الامريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة مشيرا الى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنصيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والامريكية والقائم باعمال السفير الامريكي بالقاهرة